طب يلا بنا بقى يا أولاد نشوف حاجة جديدة يمين ويصار وبين يمين يعني اللي علاء دينا اليمين ويصار يعني اللي علاء دينا الشمال وبين يعني بينهم هما الاتنين بنقول أول مثال شايفين في زهرية ورد جميلة قدامنا فيها ثلاث وردات واحدة صفرة وواحدة حمرة وواحدة خضرة بيسألني ويقول لي ما لون الظهرة الموجودة على يمين الظهرة الحمراء الظهرة الحمراء فين؟ في النص طب اللي علي منها لونها ايه؟ تمام أخضر برافو عليكم طب بيقول لي كمان ما لون الظهرة الموجودة على يصار الظهرة الحمراء يعني على شمال الظهرة الحمراء برافو عليكم أنا سمعكوا كلكم من بعيد قبل ما اتكلم بتقولوا أصفر تستهلوا كلكم ان احنا نسقف لك طب نشوف مثال كمان بيقول لي لون الكرة التي على يمين الكرة الزرقاء باللون الأحمر ولون الكرة التي على يسار الكرة الزرقاء باللون الأصفر احنا عندنا كرة زرقاء في النص قدامنا وفي كرة مش متلونة على يمين وكرة مش متلونة على الشمال اللي على يمين عايزين نلونها باللون الأحمر فين هي اللي على يمين اهي بتنور وتطفي قدامي نلونها باللون الأحمر الجميل اهي تلونت طب واللي على الشمال اهي دي اللي موجودة بتنور وتطفي برضو قدامي نلونها باللون الأصفر بقى شكل الكرات جميل أحمر وأزرق وأصفر طب تعالوا نشوف مع بعض مثال جميل تاني عندنا ولد وبنت إخوات بيلعبوا مع بعض عادل ومونة كل واحد فيهم ماسك بلونتين عادل ماسك بلونة في إيده اليمين وبلونة تانية في إيده الشمال ومونة ماسك بلونة في إيديها اليمنى وبلونة تانية في إيديها اليسرى بنقول ما لون البالون الذي في يدي مونة اليمنى يعني البلونة اللي في إيد مونة اليمين لونها إيه في إيده اليمين رضعليكم هي دي فعل أنتم شورتوا صح بس في ناس شورت غلط إيه رأيكم تعالوا نقول مع بعض البلونة اللي في إيدها اليمين عشان نشوف الناس اللي شورت صح ولي شورت غلط لونها إيه أحمر ولا أصفر شطار يا حبيبي أحمر طب ما لون البالون الذي في يد عادل اليسرى البالون اللي في يد عادل الشمال لونها إيه قولوا برضو لوحدكم أخضر ولا أزرق مظبوط أزرق شطار طب بيقول لي أكمل لون البالون الذي في يد من اليسرى البالون اللي في الدين من اليسرى لونها إيه تمام أصفر طب لون البالون اللي في إد عادل اليومنا مظبوط أخضر برافو عليكم طب نقول كمان سؤال عندنا أربع بنات قدامنا مي ومريم وسعاد وفاطمة بنقول ما اسم البنت التي تقف على يمين سعاد خدوا بالكو كويس قوي عايزين نلاحظ إن في فرق بين إيدينا احنا اليمين وإيديهم هم اليمين يعني أنا لما كن واقف قدامك إيديا اليمين تبقى قدام إيديك انت الشمال وإيديا الشمال قدام إيديك انت اليمين فاخدوا بالكو كويس عشان تجاوبوا على السؤال ده صح بنقول ما اسم البنت التي تقف على يمين سعاد شايفين سعاد فين إيديها اليمين أهي إيديها اليمين بنشاور عليها أهيه يبقى فين البنت اللي بتقف علي مين سعاد شطار فاطمة طب قولوا لوحدكم ما اسم البنت التي تقف على يسار مريم مي ولا سعاد أحسنتم يا حبيبي مي فعلا تقف على يسار مريم طب آخر واحدة ما اسم البنت التي تقف بين مي وسعاد دي سهل يا أستاذ مريم برافو عليكم